اشتركوا في القناة لسنة الاولى ابتداء الجيل الثاني بمعنى مع التربية المدنية نماذج في التربية المدنية لسنة الاولى ابتداء الجيل الثاني اختبار الفصل الثالث نموذج الاول اصل الوثائق التي يحتاجها احمد بحقيبته الوثائق التي يحتاجها احمد في محفظته وفي حقيبته اختارها من بين هذه واصلها مع المحفظة واضح ثانيا ألون بالأخضر أوراق معلومات هوية الشخصية معلومات هوية الشخصية ألونها بالأخضر تاريخ دخولي للمدرسة اسم أمي عنواني لون شعري لقبي اسمي تاريخ ميلادي هواية المفضلة ثالثا أربط وثائق هوية الشخصية بالمكان الذي أحتاجها فيه بالمكان الذي أحتاجها فيه طيب عدنا الصورة الأولى صورة الثانية صورة الثالثة وعدنا هذه الوثائق كل مكان والذي أحتاج فيه الهوية أربطه معه طيب رابعا أربط النشيد الوطني بمؤلفه ثم صورة بصورته عدنا مؤلف النشيد الوطني البشير الإبراهيمي ولا زغود يوسف ولا مفدي زكريا والصورة هنا نحوص عليها طيب نمر للموذج الثاني نموذج الثاني اختبار تربية المدنية للسنة الأولى ابتداء الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الثالث الجيل الثاني طيب نموذج الثاني يقول ساعد أحمد في إعداده لبطاقة مدرسية لزميله أيمن إبراهيمي أيمن ستة عشر مارس 2014 عشر عشر شهداء جزائر نملأ هذه البطاقة ثانية ما هي الوثيقة التي يجب أن يأخذها معه الطفل في الحالات التالية يريد أحمد الذهاب في نزهة مع قسمه يأخذه معه يريد أحمد الصفر لمصر يأخذ معه أخبارة المعلمة أن الطبيب سيحضر غدا يحضر أحمد معه يحضر أحمد معه ثالثا عنوان النشيد الوطني شعب الجزائري مسلم قسما بلادي مؤلف النشيد الوطني كريم بالقاسم محمد بوظيف مفتي زكريا عدد فقارات النشيد الوطني ستة فقارات أربع فقارات خمس فقارات رابعا رتب أبيات المقطع الأول من النشيد الوطني نحن أثرنا في حياة أو ممات في جبال الشامخات الشاهقات قسما بالنازلات الماحقات والبنود اللامعة الخافقات وعقدنا العزم عن تحية جزائر والدماء الزكري الطير أرتبها واحد ثانية ثلاثة أربع إلى آخره نموذج الثالث اختبار الفصل الثالث للسنة الأولى في تربية المدنية أربط الوثائق التي أحتاجها أنا والتي يحتاجها أبي هذا الابن وهذا الأب نربط وثيقة الابن مع الابن وثيقة الابن مع الابن ثانيا أجد في وثائق هوية معلومات حول وثائق الهوية أجد فيها معلومات حول اسمي لقابي هوية لباسي المفضل لون بشارتي عنوان سكاني نوع سيارة تاريخ ميلادي العبارة التي أجدها في وثيقة هوية أحوط عليها بدائرة وثائق هوية تحكي قصة عني فيها معلومات عن عائلتي تعرف بي استخرج وثائق هوية من المسجد البلدية السوق إدارة المدرسة الوزارة المركز الصحي والملعب ثالثا أكتب النشيد الوطني مرتبا ثم أرر بيط الشطر بما يكمله أكتب النشيد الوطني مرتبا أرتبه رغم خلط الرتب بالنازلات قسما الماحقات العزم مهم رغم خلط الرتب ونكتبه شطر شطر رابعا أكمل بالكلمة الصحيحة من فهمك أخبرتنا المعلمة أننا سنجري فحصا في الغد ضد فيروس فطالبت من جميع التلاميذ أن يحضروا ماذا يحضرون وعندما دق جرس الدخول وقف التلاميذ لتحية ماذا فأنا شهد النشيد الوطن الذي ألفه الشاعر وكان ينتهي في كل مرة بي طيب نمر للتصحيح والحل طيب نموذج الأول أصل الوثائق التي يحتاجها أحمد في حقيبته أحمد يحتاج في حقيبته الأدوات المدرسية ويحتاج كذلك الكاراريس والأقلام ويحتاج البطاقة المدرسية فقط يحتاج الأدوات ويحتاج الكاراريس ويحتاج البطاقة المدرسية وإجلا شهادة مدرسية طيب ألون بالأخضر أوراق معلومات هوية الشخصية فقط معلومات هوية الشخصية عندنا عنواني عندنا لقابي اللونها اسمي تاريخ ميلادي تاريخ ميلادي اسمي لقابي عنواني واسمه أمي ثالثا أربط وثائق هوية الشخصية بالمكان التي أحتاجها فيه بطاقة المدرسية أحتاجها في المدرسة في الثانية هنا هذه المدرسة أحتاج فيها البطاقة المدرسية المركز الصحي أو المستشفى أحتاج فيه دفتر صحي وهذه أحتاج فيها جواز الصفر رابعا أربط النشيد الوطني بمؤلفه ثم صورته المؤلف النشيد الوطني هو مفدي زكريا هذا الأول صورته لصاحب النظارات هو مفدي زكريا طيب رحوا للنموذج الثاني ساعد أحمد في إعداده لبطاقة مدرسية لزميله أيمن بطاقة بطاقة مدرسية نكتبه هنا بطاقة مدرسية الإسم أيمن اللقب إبراهيمي تاريخ الميلاد 16 مارس 2014 16 مارس 2014 العنوان 10 شارع الشهداء الجزائر 2 ما هي الوثيقة التي يجب أن يأخذ معه الطفل في كل حالة؟ يريد أحمد الذهب في نزهة مع قسمه يأخذ معه البطاقة المدرسية يريد أحمد الصفر لمصر يأخذ معه جواز الصفر أخبرت المعلمة أن الطبيب سيحضر غدا يحضر أحمد معه الدفتر الصحي طيب عنوان النشيد الوطني هو قسما هذه مؤلف النشيد الوطني هو مفدي زكريا عدد فقارات النشيد الوطني خمس فقارات طيب رابعا رتب أبيات المقطع الأول من النشيد الوطني العبارة الأولى لنقولها في النشيد الوطني هي قسما بالنازلة المهيقة هذه رقم واحد صح والدماء الزكيات الطاهرة هي رقم اثنين رقم اثنين والبلود اللامعة الخافقات رقم ثلاثة في الجبال الشاميخات الشاهقات رقم أربعة نحن ثرنا في حياة أو مامات رقم خمسة وعقدنا العزمة أن تحيى الجزائر رقم ستة طيب رحوا للنموذج الثالث ألون الوثائق التي أحتاجها أنا والتي يحتاجها أبي الطفل يحتاج الدفتر الصحي ويحتاج شهادة مدرسية ولا البطاقة المدرسية هذا تعطف دفتر الصحي والبطاقة المدرسية الأب يحتاج جواز الصفر يحتاج بطاقة السياقة ولا جواز السياقة ويحتاج الدفتر العائلي طيب ثانيا أجد في وثائق هوية معلومات حول اسمي طيب صحيح اسمي أجد اسمي لقبي عنوان سكاني وتاريخ ميلادي اسمي لقبي عنوان سكاني وتاريخ ميلادي هذه التي أجدها في بطاقة هوية طيب وثائق هوية تحكي قصة عني خطأ فيها معلومات عن عائلة خطأ تعرف بي إذن وثائق هوية تعرف بي هذه الصحيحة أستخرج وثائق هوية من البلدية ولا إدارة المدرسة نجمو خرجون من المدرسة البلدية ولا بإدارة المدرسة ثالثا أكتب النشيد الوطني مرتبا ثم أربط الشطر بما يليه قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات بالجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا في حياة أو ما مات هنا الخطأ لابد أولياء التلاميذ والأسددين نبهوا التلاميذ فاحيات مش فاحيات نحن ثرنا في حياة أو ما مات وعقدنا العزم أن تحيى الجزائر رابعا أكمل بالكلمة الصحيحة من فهمك أخبرتنا المعلمة أننا سنجري فحصا في الغد ضد فيروس فطلبت من جميع التلاميذ أن يحضروا الدفتر الصحي عند إجراء الفحص يحضروا الدفتر الصحي وعندما دق جرس الدخول وقف التلاميذ لتحية العالم ماذا يتحون؟ يتحون العالم الوطني فأنشدوا النشيد الوطني الذي ألفه الشاعر مفدي زكريا مفدي زكريا هو الذي ألف النشيد الوطني وكان ينتهي في كل مرة ب فاشهدوا 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 بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة بارك الله فيكم اشتركوا في القناة بالضغط على كلمة أبوني حتى يعطينا دعم واستمرارية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة